حتى نقلت هذا الفكرة العفن إلى الأطفال الصغارة اللي ما زالوا أطفال يقولوا يشتي يموت وينتحر ويروح يقاتل مش عارف من يقاتل فقد يشتي يموت باسمها أمريكا وإسرائيل وأنا إن شاء الله شوية وأنا في مارب أكتحم من أكتحم الصهيوني العغاشم أكتحم طفل طفل أكتحم الصهيونية في مارب لا عمره يعرف مارب ولا هو عارب بس تعبئة تملة خليفتكرنا هذا صهيوني يمكن حتى صهيون ما هو عارب أجمعناه صهيوني ولا ويني مارب هذا بس تعبئة تملة خلاص إنه يشتي يموت وأروح أكتحم طفل الطفل بيقولها أروح أكتحم يعني حتى يعني اللي في عمره بيقولها روح المدرسة أروح الألعاب أروح الأجعال أروح أكتحم في الصهيونية العالمية مش ذنبه طبعا مش ذنبه هؤلاء اللي يعبوه وصوروا له إنه هذا دور الطفل هذا يعني يروح يكتحم ويموت طفل طفل الطفل دائما على الفضرة وعاء تعبئة خير وأخلاق واحترام الجيران والنظافة وحب الألاء الأخوة والضاعة الوالدين أو تعبئة عنف وموت واكتحم وصهيونية العالمية وروح أفجر ودمر وعاء ما لش ذنبه بأي شيء فقط منهم كبار نقلوا لهذا الفيروس وهذا التلوث الفكري لهذا الطفل وحنا مع السيد القائد أدى الملك ابن نبادر الدين بحمل سلاحي وباقاعد بحمل سلاحي وباقاعد مع ابن جتتي أش من سيد وأش من قائد يحمل طفل زي هذا السلاح عشان يروح يقاتل مثل هذا الطفل يحمل شنطة ويصير يدرس بس يصير يدرس ما لش دخل بالقتال عقروا طفولتهم وحرموهم طفولتهم يعني مظلومين الكبر في بلادنا والأطفال بيحولهم الى هاولا ألغام لغام هاولا قنابي الموقوطة بيزرعوه داخلهم طفلي رح يقاتل ويحمل سلاح نحن حسينيون هذا العصر وكربلائيون المرحلة وحيدريون هذا الزمان نحن حيدريون ونحن الكربلاء ونحن البرممائيون أيش من تعليم وأش من ثقافة هذا الذي استورده هلنا يا أخي شعوب العالم كلها أطفال يقولوا نحن نجي للمستقبل نحن الأمل القادم نحن من سنعمر الأرض وسوف نبني هذا أطفالهم ليش نحن ما كتب علينا يجولنا هؤلاء عباهم نحن الكربلائين يحملوهم الكرب وهم أطفال ما هو عارف أيش حصل في كربلة وين هي كربلة هذا ما لي حصلوا على أيش الضارب هذا قبل 1400 سنة يعني ما حصلتوا لا تعلمهم هذا الثقافة وتستوردوا الثارات والخراب والمشاكل إحنا ناقصين بلاد أنا ناقص ثارات ومشاكل ستقوني أن كل مصائب وكوارث اليمن في كفة وانتشار هذا الفكر مصيبة لوحده يعني لو حصل لا قطر الله زلزل أو فيضان أو بركان في أي منطقة ستظل آثارها وأضرارها محدودة وممكن تتصلح هذه الأماكن لكن انتشار مثل هذا الفكر الذي يرسخ بعقول الناس أنهم وجدوا فقط ليقاتلوا ويموتوا أشط خطرا من كل الكوارث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر